السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شفنا في الحصة اللي قبل أو في الفيديو السابق تكلمنا على الاستجابة المناعية النوعية وخصوصا ذات الوسيط الخلو اليوم هنشوفو الشطر الثاني اللي هو الاستجابة المناعية النوية ذات الوسيط الخلطي إذن عندما نقول ذات الوسيط الخلطي لابد من أن نعرفها مجموعة من التعاريف اللي كتكون عندنا في هاد الاستجابة فمليت أن تكلموا أولا على مولد المضاد مولد المضاد هو واحد الجرثوم يعني عبارة عن عنصر أجنابي تسبب في إنتاج مضادات الأجسام عندما نقول استجابة مناعية ماذا نقصد بها؟ فهي عبارة عن رد فعل الجسم تجاه مولد مضاد معين عندما نقول استجابة مناعية نوعية نوعية بمعنى أن هناك رد فعل الجسم تجاه مولد مضاد معين وذلك بارتفاع عدد القريات البيضاء التي تنتج مضادات الأجسام إذن هنا عرفنا ماذا نقصده بمولد المضاد ماذا نقصد باستجابة مناعية ماذا نقصد باستجابة مناعية نوعية إذن هنا أعطيناها المجموعة ديال التعاريف ثم ندخل إلى الوثيقة أو الجدول الذي به مجموعة من التجارب فالتجربة الأولى عندنا هنا فأر حقنا بسميل الكزاس إذن حقنا هذا الفأر بسميل الكزاس النتيجة التي نراها هي موت للفأر بعد بضعة أيام إذن إذا طلب منا الاستنتاج نقول إن سميل الكزاس مميت يعني أن سميل الكزاس قاتل نمر إلى التجربة الثانية تجربة الثانية فيها مرحلتين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية المرحلة الأولى حقنا فأر عادي بضفان الكزاس عندما نقول ضفان الكزاس نقول سميل واهين فقد قدرته الممرضة بعد خمسة عشر يوما حقنا الفأر بسميل الكزاس إذن عطيناه الدفان أولا بعد خمسة عشر يوم حقناه بسميل الكزاس القاتل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الفأر بقي حيا لماذا بقي هذا الفأر حيا؟ إذن هنا يمكننا نقوله بأننا رحنا أولاً أعطيناه دفان الكزاس بعد خمسة عشر يوم يعني راح الجسم ديال الفأر بقت عنده واحد ذاكرة على هذا الدفان الكزاس اللي هو واهين ومن بعد خمسة عشر يوم حقناه بسميل الكزاس فهنا الذاكرة المناعية بقيت عاقلة على دفان الكزاس ولو أنه واهين إذن عندما أتى سميل الكزاس إذن بقيت الذاكرة المناعية تعرف الكزاس إذن استنتاج هو أن الفأر اكتسب بدفان الكزاس مناع ضد سميل الكزاس سميل الكزاس نعتبره مولد مضاد أو ما يصطلح عليه بالفرنسية لونتي جان أما التجربة الثالثة تجربة الثالثة عندنا فأر حقنا هذا الفأر العادي بدفان الكزاس بعد خمسة عشر يوما نلاحظ أننا حقناه بسميل ديفتيريا إذن نلاحظ موت الفأر بعد بضعة أيام لماذا؟ لماذا؟ لأن الفأر حقناه بدفان الكزاس ولم نحقنه بدفان ديفتيريا إذن فالذاكرة المناعية تعرف الكزاس ولا تعرف الديفتيريا لذلك الذاكرة تعرف الكزاس فعندما حقناه بسميل ديفتيريا فالذاكرة المناعية للفأر لا تعرف سميل الديفتيريا لذلك مات الفأر بعد بضعة أيام إذن هنا المناعة المكتسبة ضد الكزاز لم تنفع هذا الفأر في مقاومة الديفتيريا إذن هذه المناعة هي مناعة نوعية specific نوعية بمعنى ضد مولد مضاد معين لهو الكزاز وليس ضد الديفتيريا إذن هنا المناعة هي مناعة مكتسبة والنوعية لماذا نوعية؟ لأنها موجهة ضد مولد مضاد معين مثلا هنا لهو الكزاز وهكذا تنكون تعرفنا على استجابة المناعية ذات الوسيط الخلطي والسلام عليكم اشتركوا في القناة